في التغيرات الغريبة اللي حصلت انا كنت في البداية الحلقة كابتن وليد بتكلم في نقطة ان بعد الشرط الاولاني كان فرق النقاط ثمان نقط للاهلي. فماتشي الاهلي اللي هو من خمس ماتشي قط. دلوقتي وانا قاعد معك لو الاهلي كسب الماتشين الجايين هيبقى فرق تلات نقط للزمالك. اه. فالتغيرات غير طبعية في الدوري وفي جدول الدوري وحاجات غير متوقعة حصلت. اله. ولسه في نقطة هتفقد. لكل الفرق. اه. اكيد طبعا. اه. يعني صعب في ظل في ظل اربعة وعشرين شهر اه اللعيبة اه عرض متواصل ما فيش راحة ما فيش راحة سلبية تماما. اه. اه في انهاك للعيبة. انا كنت في ماتش الاهلي وبيرمد. اه. من الملعب يعني. رحت الماتش. اه رحت الماتش. اه. 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 انت عارف طبعا ان الفرجة على المتشاط في الملعب. طبعا. بيبقى ايها توفيق غير عادي من اه. النادي بيرمدز. اه. اه. كانوا مركزين جدا في المغرازة. ازي ما احنا شفنا. واضح كان هو في تركيز غير الماتشاط اللي قبل كده. خالص. خالص. يعني اه. الكل كان متوقع ان اه بيرمدز هيخسر المغرازة دي. لكن بصراحة التكييس كان عامل اه. عامل تيم كويس. اه. افل كويس. اه. طريق الناحية الخطينية عنده كانت اه. على اعلى مستوى. اه. لعبة اربعة ثلاثة ثلاثة. اه. كان يعني كان كل اللعبة نادرا اه خالد لما تلاقي كل اللعبة في حالته. اه. يعني من اول احمد توفيق. لحسين السيد الطرفين. لعلي جبر. لأسامة جلال اللي عمل الماتش غير عادي. يعني انا لو بدي اه. اه. وعلي جبر كمان. علي جبر كان رهيب. اه اه. كان كويس جدا. اه. مدي ثقة كده. اه اه. بس يعني الماتش كان عند الاتنين دول. اه. عند اسامة. وعلي جبر. وعلي جبر بصراحة. صحيح. وعافك الولد توري ده في نص الملعب ده بتاع بولكينا. يومها كان كويس اوي. اوي لانه يعيب بيعرف بصير. بصير كويس جدا. لا لا هو يومها. مديفقدش كرة بسهولة. خلي بيالك توري بقاله فترة انا انا اتبع ماتشات بيرمز كتير بشوفهم. اول ماتشة اشوف توري بالشكل ده. يعني. ورمضان صبح. اول ماتشة برضو يكون بالشكل ده. طبعا. طبعا. اه. 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 يعني بيرمز مرشح للفوز. اه طبعا. بيرمز. اللي يقول غير كده ما ما قالوش فكورة. اه. اه. اللي يقول ان بيرمز خارج اه المنافسة على بطولة الدوري السنة دي. اه. لا ما يبقى يعني. تعرف بيرمز دولار نضيعه شوية اه نقاط كده ملاش اي معنى. افهم قصدي? انا عايز اقولك في الدور الاولاني كانوا كذبين المصري اتنين. والمصري ما طول منه واحد. Oh. جابوا التعادل في الوقت الضايع. يعني هادي هو نقطتين ههم. لا لا. في نوقات غريبة بطيها. اه اه الماتشة في ماتشات سهلية جدا بتبقى في متناول. بل زبط. بل زبط? اه. والماتشات صعبة تلاقيي اه يعمل في نتيجة ايجابية. بالزبط. فالزبط. للازل. بل زبط. ل هم الا امكانيات لعبتهم. لو ركزوا لقي نفسه. بكل. بكل قوة. اه. وممكن يكون مرشحين للفوز بالدورة السنة دي وهنا. يقولك بيراميدز جوه المنافسة على بطورة الدوري هذا الموسم ده كلام يعني قول الوحيد بالارقام هو موجود لسه في المنافسة ابتدت الناس تدي يعني تعرف ان تعرف طبعا اللي عايز يبقى التريند كده او عايز يقوله مين اللي اقرب للدوري سؤال انا ما بيقجبنيش قوي يعني مين اللي اقرب للدوري يقولك واحد يقولك الزمالك لا اهلاوي يقولك الاهلي بيراميدز ده والله ممكن ينافس بس ينافسه قني ده ده لكن على ارض الواقع ما حدا شطر يقولها مين اللي عرب على ارض الواقع على الاخر اسبوع فى الدوري اخر مبارف الدوري السنة دي مش هيتحسم قبليها ده لا اخر مبارف الدوري اخر مبارف الدوري هيبقى فرق اخر اسبوعين يعني هيبقى فرق النقاط واضح اخر اسبوعين اه فرق النقاط هيكون واضح اخر اسبوعين التلت فرق انت عندك الزمانك لو قدر يكسب سموحة future pyramids ضمن 60% من مطلط الدوري هذا الموسم شكرا